محاصرة الأمير عبدالقادر من طرف الجيش الفرنسي والسلطان المغربي واستسلامي في عام 1847 ميلادي الحلقة السادسة والستون من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثق المصدر ومرجع المعلومات محاصرة الأمير واستسلامي في عام 1847 ميلادي اضطر الأمير عبدالقادر للانسحاب إلى المغرب بالأرصى أمام ضغط الجيش الفرنسي القوي طالبا من سلطان المغرب عبدالرحمن بن هشام مساعدته محذيا إياه من سروط الجزائر لأن ذاته سيؤدي إلى سروط المغرب بالأرصى وبلدان إسلامية تثيرة تحت السيطرة الاستعمارية لأنه لم يستمع إلى نصائح الأمير متذرعا بمواجهة المرتدين ضد السلطان في المغرب وتأن مواجهة الشعب الثير ضده أفضل من مواجهة العدو الكافي الذي يهدد أرض الإسلام وأكثر من ذلك تعاون هذا السلطان مع الجيش الفرنسي لمحاصرة الأمير عبدالقادر الذي اضطر للاستسلام في عام 1847 ميلادي بعد محاصرته من طرف الجيش الفرنسي شاطن وجيش السلطان المغرب غربا وخيانة بعض الطبائل له ولم يستسلم الأمير عبدالقادر إلا بعد أن اشترط على الجيش الفرنسي اعطى أهد الأمان لجميع رفاقي وجنودي والسماح لهم بالالتحار بطبائلهم أما هو فطلب السماح له بالهجرة الاسترندرية بمصر أو عتا بفلسطين وإذ لم تقبل فرنسا بهذين الشرطين فإنه الجهاد حتى الموت وتانى هدف الأمير من ذلك هو إبطاء شعلة المطاومة ضد الاستعمار ملتهبة على يد رفاقيه بعدما يضمن لهم الحياة وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد مما يدل على بعد نظر الأمير عبدالقادر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد